ينضم لنا الآن من كابل الصخفي محب الله شريف سيد محب الله أهلا بك معنا بداية دعنا نأخذ منك نبذة مختصرة عن قاعدة باقرام وأهمية هذه القاعدة التي تقع الشمال العاصمة كابل قبل أن نتوسع في الحديث أكثر نعم قاعدة باقرام الجوية قد بنيت في أيام الملك محمد ظاهر شا الذي كان بعد ذلك في روم وروما وبعد ذلك عندما جاءت الحكومة لحامد كارزاي رجع إلى أفغانستان وتوفي في أفغانستان هذه القاعدة هي أكبر قواعد عسكرية في كل أفغانستان وهي كانت مركزا أساسيا للقوات السوفياتية عندما كانت تسيطر على أفغانستان فكانت تقود جميع عملياتها الجوية وكذلك برامج العسكرية لجميع أنواع القوات العسكرية كانت تتمركز من قاعدة باقرام وبالفعل هي كانت أكبر قاعدة وتم توسعتها أكثر من خمس مرات في عهد القوات الأمريكية فالآن كل أنواع الطائرات تستطيع أن تحبط وتقلع من تلك القاعدة سواء كانت العسكرية أو المدنية فهي مهمة جدا والآن تم تسليمها حسب المصادر إلى الجانب الأفغاني في وزارة الدفاع جميل وبالتالي أيضا أنك حديث الآن بمغادرة القوة الأمريكية من هذه القاعدة قاعدة باقرام الجوية في أفغانستان كيف يمكن أن نعكس هذا على الأوضاع على الأرض سيد محب الله أخذ بالاعتبار أهمية هذه القاعدة وتسليمها اليوم للقوات الأفغانية وأنباء اليوم تتحدث سيد محب الله عن تقدم حركة طالبان في وليات عدة هناك ثلاثة محاور أساسية أولا انتلاق القوات الأجنبية من هذه القاعدة وخاصة القوات الأمريكية التي كانت تشرف على الإطلاق على تلك القاعدة فهذا الأمر الآن سوف يتم تسليمه مباشرة ورسميا إلى القوات الأفغانية هناك قلق فقط من جانب التقنية واستعمال تلك التقنية المتطورة الموجودة في هذا المطار وهذه القاعدة هل القوات الأفغانية والجانب الأفغاني سوف تكون لديها هذه الكفاءة لكي يقوم بجميع الأعمال وجميع الخدمات وجميع النشاطات التي كانت تدور هناك والنقطة الثانية هل هي لما تكون فارغة من القوات الأجنبية قوات الأفغانية سوف تكون قادرة على سيانتها وحفزها لأنها مهمة جدا لأفغانستان والنقطة الثالثة أن حركة طالبان تتقدم من عدة مناطق في أقاليم مختلفة من أفغانستان فهل هذا التقدم سوف يكون تهديدا لهذه القاعدة ونفس الحكومة الأفغانية في العاصمة كابل أم أنها سوف تكون في سمود من القوات الأمنية الأفغانية كما تدعي وزارة الدفاع بأنها سوف تكون قادرة على أن تصمد أمام هجوم حركة طالبان وسوف تجعلها تنهزم وتذهب إلى الوراء فالأمر يبقى للزمان أن يعطينا مثالا عمليا ووقعيا في المناطق المختلفة وفي كابل حد وبالتالي لا نملك ربما إجابات أفهمينك سيد محب الله على الأسئلة التي طرحت وهي أسئلة اليوم تطرح بقوة طيب حركة طالبان اليوم تتقدم في عدة ولايات سيد محب الله رغم باستمرار العمليات ضد طالبان كما صرح الجانب الأفغاني هذا الانسحاب اليوم من قاعدة بقرام ولكن الانسحاب الكلي من أفغانستان لم يكتمل بعد سيد محب الله ولكن أليس هذا مؤشر على سير الأمور وكيف ستسير الأمور بعد الانسحاب الأمريكي الكامل من أفغانستان؟ هذا ما لا شك فيه أمام الجميع أمام الأفغان وأمام الأجنبيين وأمام الذين كانوا يوافقون وجود الأمريكان والذين كانوا يخالفون الجميع الآن يقر بأن الانسحاب الأمريكي أمر حتمي اليوم أو غدا سوف يكتمل اليوم اكتمل من قاعدة بقرام وغدا سوف تكتمل من القواعد في كابل العاصمة وربما السفارة الأمريكية الوحيدة هي سوف تبقى وهناك سوف تكون مجموعة لحمايتها فالأمر يعني محسوم ومجزوم وواقع وبالفعل عملي لكن ماذا سوف تكون تدعيات هذا الأمر على الشعب الأفغاني وعلاقتها مع المجتمع الدولي والحكومة الأفغانية ومجيء حركة طالبان ونوعية مستقبلها وتحكيمها وسيطرتها على مستقبل أفغانستان هذه هي أسئلة مهمة جدا هذا هو السبب الرئيسي أن الشعب الأفغاني في معظم الحالات يرجع إلى القلق والهلع ويريدون أن يعرفوا ماذا سوف يجري على مستقبلهم لا أحد يستطيع أن يعطيهم إجابة حقيقية حتى مع طمأنة حركة طالبان وبأنهم لا يمسون أي أحد وسوف يكون هناك عفو للجميع والجميع يستطيعون أن يعيشوا تحت سيطرة حركة طالبان ولكن المشهد يعكس صورة أخرى سيد محب الله كما تبعنا قبل قليل في التقرير عدد كبير من الأفغان الآن يحاولون الخروج والهروب من أفغانستان خوفا مما سيحمله المستقبل خاصة بأن الأمور الآن والمؤشرات بتقدم حركة طالبان في عدة ولايات هل تستطيع اليوم الحكومة الأفغانية الاستعداد للمرحلة القادمة بعد الانسحاب الأمريكي؟ هذا يعني لا بد أن نرجع في سبب خروجها ونزوح أولئك بجماعات غفيرة من أفغانستان لماذا؟ لأنهم يعني يذكرون أيام التسعينيات كيف كانت تدور الحروب وكيف يعني دمرتهم وأحرقت جميع ممتلكاتهم فهذا هو السبب الرئيسي لكن الحكومة حتى الآن يعني لا تستطيع أن تنجو بنفسها وحياتها فكيف سوف تكون فارغة لكي تنجو أو على الأخل تكون قادرة على طمأنة الأفغان الذين يريدون أن يخرجوا وأعتقد أن هذا الأمر أولا مسؤولية حكومة كابل أن تعطي لشعبها ما يجري وكذلك نرجو من حركة طالبان يعني كمسلمين كجزء من هذا البلد أن يرحموا شعبهم وعلى الأقل أن يأخذوا عملياتهم في غير مساكن أو في غير قرى سكنية لأن الأمر يمس بحياة المدنيين أمس نحن كانت لدينا جرحة من ولاية قندس وكنا نجمع لهم المعولة حتى نستشفي مرضا شكرا لك شكرا لك صحفي محب الله شريف كنت معنا من كابل